السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم على القناة اتمنى كل اللي يزوروا القناة يشتركوا يدعمنا بلايك للفيديو فيديوهات منتشرة اول يومين دول ومن قبل شهر رمضان المبارك عن موضوع صيحة رمضان اللي هتحصل اليوم 15 رمضان الموافق يوم جمعة الفيديوهات دي يعني ملخصة ان فيه كوكب هيصطدم بالارض وهيعمل صوت جامد جدا الصوت ده فيه حديث عن النبي عليه افضل الصلاة والسلام فيه ناس ربطت اللي هيحصل ده فلكيا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وعن صيحة رمضان اللي هتحصل اليوم 15 والله اعلم بصحة الحديث الحديث ملخصه ان فيه صوت هيحصل قوي جدا من السماء هم طبعا فصروا ان فيه كوكب هيصطدم بالارض وهيحصل انفجار وهيحصل صوت قوي جدا والصوت ده تبعاته بقى ان فيه عن حديث النبي عليه افضل الصلاة والسلام ان فيه 70 الف هيصابوا بالخرص وفيه 70 الف هيصابوا بالعمى و70 الف هيصابوا بالصمم اللي هو عدم السمع يعني ولما تسأل النبي عليه افضل الصلاة والسلام من اللي هيبقى في امان يعني من اللي هيحصل ده فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللي هيكون في بيته هو امن ومسالم هيكون بيسجد لربنا سبحانه وتعالى ويقبر ويهلل يعني فاحنا علينا طبعا بالاعتصام به كتاب ربنا سبحانه وتعالى واحنا ما يكونش فيه حالة خوف وهلع لقدر الله لقدر الله في اسوأ الظروف لو فيه اي حاجة حصلت فاحنا طبعا كده كده قاعدين في بيوتنا حتى المساجد مغلقة مفيش صلاة مفيش طبعا حد في الشوارع وبيكون يوم الجمعة ده حتى يوم اجازة فاحنا علينا ان احنا نعتصم بالله سبحانه وتعالى علينا بالاقصار من الدعاء والاستخفار والصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام يبقى احنا هنكون قاعدين في بيوتنا هنكون طبعا صايمين وهنكون بنقرأ طبعا الورد بتاعنا لو احنا ملتزمين كل يوم بنقرأ في القرآن وعلينا كده بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى والدعاء والاجتهاد في الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يردع عننا ويغفر لنا وتقبل مننا صالح الاعمال وتقبل مننا الصيام والصلاة وقراءة الكرآن ويرفع عننا البلاء والوداء الله مأمين يا رب العالمين فارد حضراتكم ما يكونش في حالة من الخوف او الهلع وعلينا بالالتزام طبعا ونكون في بيوتنا وعلينا بالاستخفار والصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وندعي كده ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعديع على خير الله مأمين وربنا يرضى عننا ويغفر لنا زنوبنا ما تقدم منها وما تأخر فده ملخص للفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا من موضوع صيحة رمضان حديث عن النبي عليه افضل الصلاة والسلام الله اعلم بصحته وموضوع اللي هو الكوكب اللي هيصطدم به الارض فالله اعلم سبحانه وتعالى وما يعلم الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى فاحلا نعتصم بالله وربنا سبحانه وتعالى يعديع على خير ويتقبلنا عنده ويرضع عنا جميعا اللهم أمين يا رب العالمين أتمنى حضراتكم كده تكونوا فأتم صحة وأحسن حال وأشوف حضراتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته